الكلام عن واحد من نجوم أو سوبر نجوم الدفاع الأحمر ومنتخب مصر محمود صالح ليه محطات كتيرة جداً محمود صالح اللي كان مثلاً واحنا لازلنا نملك مسألة التغطية زي الأجيال اللي بتغطي النادي دلوقتي تلاقيه ابتعد ربما عن حتى مجرد الحوار ليه تعرفي أن محمود صالح عنده ماتش مع الأهل في أفريقيا ماتش مع الأهل مع الفرق الكبرى يعني المربع الزهبي وإلا بقى ماتش الزمالك والكابتن جمال عبد الحميد ومحمود صالح وعزلة غير عادية دائمة يعني محمود صالح ليه محطات مع كل مهاجم في مصر طبعاً غير مهاجمين نادي الأهل إزاي كان محمود صالح مش بس سمام الأمان محمود صالح كان علامة من علامات يمكن بعض تعليمات المدربين كانوا يقولوا فيه مدافع أو مراقب بياخد اللعب اللي بيرقبه حتى لو خرج يشرب مية يروح يعني حتى مش يشرب مية بس يوصلوا ويرجعوا يعني لفظ الكرة كان يقولوا المحمود صالح أنت بتقطع المية والنور عن أي مدافع المدافع بقى الصلد القوي ده اللي ملوش حل في الملعب فعلاً قوة كمان والياقة بدنية برا الملعب عبارة عن إنسان ودود طيب تشعري فيه فعلاً بصمرة المصري الأصيل كده ومعندوش أي حاجة مع أي من حتى من ينقضه يعني باعتبار إحنا في الشغلانة معهم يعني مفيش مرة محمود صالح اشتكى بالنقد محمود صالح انصحت حكاية الجندي المجهول دي فهو أحد مؤسسيها لأنه يعمل كل اللي يعمله كأن ده الطبيعي أن محمود صالح يبقى هو القطع المية والنور يعني بلغة كرة القدم يمكن كمان محمود صالح ما كانش بيفوته في كرة القدم حتة التغطية من غير بعض الحاجات اللي بيجيدها بعض المدافعين حتى لو كانوا نجوم اللي هو بعد مثلاً ما يساعدنا أنا زميله في الملعب في إخراج كرة أو التغطية يبرزها يعني يعني للكاميرا أو يعني يقول لي خلاص أو يقول لي كويس لا محمود صالح برا اللعب بالشكل ده لدرجة أنه كان بيؤخذ عليه أن بعض الكرات تحتاج أنه اللعب يعمل لها شكل يعني يعمل تاكلينج مثلاً بينما لو زقها وهو واقف عادي يعني لا محمود ما يعملش تاكلينج ويروح لفف لفة في الأرض ويقوم ما بيعملش يشو يعني لا محمود صالح طبعاً يتقال عنه في مجلة كرة القدم المصرية ملزمة المدافعين أنه واحد من المدافعين الذين يصعب تكرارهم الحقيقة يعني أحب أقول له يعني أولاً وحشني الشغل بيبنعنا عن بعض غير زمان يعني لكن عندي رسالة ليك أنت لازم تبحث في قلوب الدفاع الصغار عن محمود صالح الجديد عن مهر همام جديد يعني المنطقة دي الأهل يحتاج من محمود صالح اكتشافات فيها لأنه فعلاً وأنا بفكر أقول له الرسالة إيه طبعاً الرسالة كان ممكن أقول له إلى الأمام أنت نموذج وده حقيقي لكن الحقيقة هو الأهل أيضاً يعني يعمل على أنه الفريق يبقى دايماً لسكوات بتاعه أكثر من رائع المنطقة دي تحتاج اكتشافات من محمود صالح هتقول إيه للعصاب شلتوت على الكلام اللي بعتولك لأنه أنا أخدت منه كذا حاجة كده بس بعد ما أنت تتوجه له التحية طبعاً كل التحية والتقدير ليه صديق عزيز من الشخصيات المحترمة اللي احنا بنعتز بيها الحقيقة هو وحشن كتير يعني أتمنى قابله في القريب العاجل موسيقى